اشتركوا في القناة رسم صورة بداية سوف نبدأ المثال المحلول مع عدد الفيلة التي يمكن ان يبنيها مهندس على قطعة ارض تمتد على شارع بطول 270 متر اذا اراد بناء كل فيلة بعرض 30 متر على الشارع بحيث يترك بين كل فيلة واخرى 15 متران مع 15 متران اخرى يتركها عن كل جانب من جانب قطعة الارض نبدأ افهم ما هي مطالة المسألة امتداد قطعة الارض 170 على طول الشارع ارض كل فيلة على الشارع 30 متر المسافة بين كل فيلتين 15 متران المسافة على جنب قطعة الارض 15 متران المطلوب عدد الفيلة التي يمكن بناؤها على طول قطعة خطة باستخدام صورة لحل المسألة اولا دعونا نضع خط مستقيم نترك فيه 15 متران في البداية ثم نبني الفيلة الاولى ثم نترك مسافة 15 ثم نبني الفيلة الثانية ثم نترك مسافة 15 ثم نبني الفيلة الثالثة كلها بعر 30 كلها بعر 30 متر وهكذا لاحظي هذا الرسم لاحظي انا انشأت رسم طيب ثم نجمع المسافة من اول 15 مترا الى اخر فيلة توقفنا عندها وجدنا انها 225 مترا الان هو المعطيات لدي انها 270 مترا 270 مترا بطرح منها 225 نجد ان هناك قيمة مقدارها 45 مترا 45 مترا وال45 لا تكفي لبناء فيلة جديدة بالاضافة الى ترك مسافة مقدارها 15 مترا من الجانبي اذا الان سوف نكتشف انه بناء 5 فيلة فقط واحدة اثنتان ثلاثة اربعة خمسة خمس فيلة فقط من فقرة التحقق راجع المسافة اللازمة لإقامة 5 فيلة تساوي خمسة ضرب 30 او 150 مترا والمسافة اللازمة للطرفين تساوي 30 مترا اما المسافة بين الفيلة فهي اربعة ضرب 15 60 مترا يجمع كل هذه القيم نجد انه 240 مترا والـ 240 اقل بكثير من الـ 270 اذا الاجابة معقولة معقولة الان وضع عدد المكبرات الصوت على جوانب طاولة اجتماعات كبيرة ابعدها موضحة في شكل ادنى لاحظي طولها 40 مترا وعرضها عفوا اثنى عشر مترا وعرضها اربعة امتار اذا كانت المسافة بين كل مكبرين هي اثنين متر ووضع مكبر عند رأس كل من رؤوس الطاولة فما عدد مكبرات الصوت طيب صغيرتي الان سوف نضع خطا تحت المعطيات ودائرة حول المطلوب اذا وضع مكبرات الصوت على الجوانب الطاولة ابعدها اثنات عشر واربعة طولا وعرضا اذا كانت المسافة يوجد مسافة اثنين بين مكبري مسافة مترين من مكبري الصوت ويضع عند كل رأس من رؤوس الطاولة مكبر صوت المطلوب مع عدد المكبرات اذا هذا هو المطلوب مع عدد المكبرات اذا خطط باستخدام وباستعمال باستعمال رسم صورة استعمال رسم صورة وجد انه هذا التخطير الان حل فقرة حل واحل لاحظ سوف نقوم بالرسم سوف نقوم بالرسم على هذا الشكل لاحظي هنا على كل دائرة يوجد مكبر على كل زاوية يوجد مكبر صوت واضح؟ الان بعد كل اثنان متر يوجد مكبر صوت لاحظي اذا على بعد كل اثنان متر يوجد مكبر صوت طيب خلونا نجمع اثنان اثنان اربعة اثنان خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر احد عشر اثنى عشر اذا الطول الكل اثنى عشر في الجهة المقابلة ايضا بنفس الطريقة يوجد مكبر صوت في الجهة المقابلة يوجد مكبر صوت اذا نحن نستخدم الان استراتيجية الرسم الان بعد كل اثنان متر يوجد مكبر صوت وهنا نفس الشي تكل اثنان متر هنا لدينا اربعة فبالتالي اثنان اثنان وهنا اثنان اثنان متر طيب الان نقوم بعد هذه المكبرات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر اذا يوجد لدينا ستة عشر مكبر صوت يوجد لدينا ستة عشر مكبر صوت كيف نستطيع التحقق من صحة الحل كيف نستطيع التحقق من صحة الحل الآن بجمع الامتار الموجودة بين المكبرات الصوت نجد ان سبعة ضرب اثنان يساوي اربعة عشر و اثنان ضرب اثنان يساوي اربعة اثنان ضرب واحد اثنان ضرب واحد هنا اثنان اثنان اربعة عشر زائد اثنان تساوي ستة عشر وهو المطلوب اثبات واضح واضح ننتقل لما بعد تبينوا ستوين الصورة أدنى طول وعرض غلاب كتاب أو جديد الأغلفة التي يمكن نقصها من قطعة كرتون طولها 132 سنتيمتر وعرضها 60 سنتيمتر إذن نبدأ ضحي خطا تحت المعطيات ودائرة حول المطلوب خطا تحت المعطيات هذه المعطة 132 قطعة كرتون مقياسها 132 طول وعرضها 60 سنتيمترا المطلوب أوجد يعادة الأغلفة التي يمكن نقصها إذن هذا هو المطلوب إذن خطط باستعمال رسم صورة اكتبيها يا صغيرتي في دفتري اكتبيها يا صغيرتي في دفتري إذن خطط باستعمال رسم صورة حل نجد أن باستخدام رسم الصورة سوف تتضح معنا إذن سوف ننتقل إلى الشريحة القادمة لرسم الصورة لاحظ الآن الآن يا صغيرتي نجد أن نجد أن لدينا قطعة كرتون كبيرة قطعة كرتون كبيرة عرضها 60 وطولها 132 واضح الآن نريد تجزئة تغليف كتب صغيرة لاحظي طول الواحد منها 20 والثاني 11 اللي هو العرض 11 الآن الستون سوف نقسمها إلى 20 سنتيمتر كم مرة ستون هنا عشرون تبقى أربعون إذن هنا عشرون وهنا عشرون ممتاز إذن هنا عشرون وهنا عشرون والواحد مئة واحد واثنان وثلاثون سوف نقسمها من طريقة هنا 11 و 11 وبالتالي نرى أنه يوجد لدينا وبالتالي نرى أنه يوجد لدينا هذا الشكل لاحظي هنا عشرون وهنا عشرون وهنا عشرون وهنا 11 11 11 11 11 11 إلى أن ننتهي إلى أن ننتهي إذن نلاحظ أنه يمكن صنع ستة وثلاثون غلافا ستة وثلاثون غلافا طيب كيف نتحقق من صحة حلنا كيف نتحق من صحة حلنا نجد أن اثنى عشرون ضرب الثلاثة تساوي ستون واحدى عشر ضرب اثنى عشر اثنى عشر يساوي مئة اثنان وثلاثون وهي الطول والعرض واضح؟ إذن نتوقف هنا يا صغيرتي في هذا الدرس نلتقي بإذن الله في درس جديد إلى اللقاء